بدأت لجنة الإشراف على سلامة انتخاب عضو مجلس النواب في الدائرة الانتخابية الأولى بمحافظة المحرق بعرض جداول الناخبين لغاية يوم السبت المقبل في المركز الإشرافي للدائرة بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني بدأت الإدارة التنفيذية للانتخابات التكميلية باستقبال الناخبين في اللجنة الإشرافية على سلامة انتخاب عضو مجلس النواب في الدائرة الأولى بمحافظة المحرق بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني بعرض جدول الناخبين للتأكد من إدراج أسمائهم على جدول الناخبين تدعنا عرض كشوف الناخبين من الساعة الخامسة مساء بتستمر إن شاء الله سبعة أيام بإمكان الناخب الحضور إلى المقر للتأكد من إسمه وكذلك من خلال الموقع الإلكتروني المخصص لهذه العملية يستطيع كذلك الاعتراض وطلب تصيح وتعديل الإسم بالتالي خدمة الإلكترونية تسهل كذلك على الناخب ولكن هذه المرحلة مهمة جدا للناخب لأن بعد انتهاء سبعة أيام ما يستطيع تعديل أي بيانات أو إدراج إسمه عقب سبعة أيام طبعا الشخص الذي اعترض على إدراج إسمه أو إضافة إسمه لللجنة ثلاثة أيام للبد في الطلب إذا اللجنة رفضت طلبة إله كذلك ثلاثة أيام من رفض اللجنة الاعتراض أو الطعن أمام محكمة الاستناف العليا المدنية لتتنظر هذا الطعن لمدة سبعة أيام هذه الخطوة لا تقتصر على الحضور الشخصي بل تم عرض جدول الناخبين بشكل إلكتروني على الموقع الرسمي للانتخابات بهدف تمكين الناخبين من الاستعلام عن دائرتهم الانتخابية وتقديم طلبات تغيير وتصحيح بياناتهم على نحو لا يتطلب الحضور الشخصي إلى المركز طبعا إحنا نتعامل مع شروط قانونية نتأكد من الشروط القانونية توافرها للناخب إذا توفرت هذه الشروط القانونية للناخب سواء محل يقامة سواء الأهلية وما إلى ذلك إذا توفرت هذه الشروط القانونية بيكون مستوفي للشروط القانونية التي تمكنها من التصويت في يوم إن شاء الله التصويت هذه الخطوة تعد خطوة مهمة للتأكد من صحة بيانات الناخب ليكون مؤهلا للترشح أو الانتخاب يعد فتح المجال أمام الناخبين للتحقق من إدراج أسمائهم على كشوف الناخبين خطوة أساسية في مرحل الانتخابات التكميلية لضمان ممارستهم لحقهم الدستوري في الانتخاب والترشح خولة لجرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر